السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف خير إن شاء الله اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة رائعة جدا لها مفعول قوي جدا جدا في حرق وإذابة الدهون العنيدة وخصوصا دهون البطن والجوانب هذه الوصفة تعمل على حرق الدهون في الجسم وخصوصا الدهون العنيدة المتراكمة في بعض الأماكن كدهون البطن والجوانب والأرطاف والتي يصعب علينا تدويبها بسهولة فكما تعرفون أن دهون البطن أي الكرش من أكثر الدهون العنيدة بالجسم وتخصيصها يلزمنا مجهود كبير وتمارين رياضية ونظام غذائي لكن المفاجأة في هذه الوصفة أنكم لن تحتاجوا معها لا إلى ريجيم ولا إلى تمارين رياضية أبدا فقط تابعوا معي الوصفة للآخر لكي تروا معي طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة استخدامها لكي تنجح معكم الوصفة وتعطيكم أحسن النتائج وقبل أن أمر أحبائي لمكونات هذه الوصفة أتمنى منكم أحبائي دعني باللايك إذا أجبكم الفيديو لتجي على المزيد من الوصفات المجربة إن شاء الله وأول مكون سنحتاج في هذه الوصفة وكما تلاحظون معي عند أوراق الصلطة الخضراء رائعة جدا من أحسن ومن أفضل أنواع الخضار في حرق الدهون بسرعة وخسارة الوزن الزائد وكذلك فهي منظفة ومطهرة لجسم من السموم كما تلاحظون أحبائي سنحتاج فقط إلى ورقتين كما تلاحظون نقوم أولا بغسلهما جيدا وبعد ذلك سنقوم بتقطيعهما إلى قطع كما تلاحظون بهذا الشكل نقوم بتقطيعهما وبعد ذلك كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بتقطيع أوراق الصلطة الخضراء فبالنسبة للصلطة الخضراء هناك أنواع كثيرة من الصلطة الخضراء يمكنكم استعمال أي نوع متوفر في بلدكم لأن كل بلد يتوفر على نوع معين من السلطة الخضراء كما تلاحظون أحبائي بعد ذلك سنحتاج كذلك إلى قطعة من الزنجبيل الطري طبعا إذا لم يتوفر لديكم الزنجبيل الطري فيمكنكم تعويضه بالزنجبيل على شكل بودرة يعني الزنجبيل بودرة سنحتاج فقط نصف هذه القطعة لن أستعمل القطعة بأكملها سأستعمل فقط نصفها سأقوم أولا بتقشيرها وبعد ذلك سأقوم بتقشيرها كذلك إلى قطع مربعة صغيرة كما تلاحظون أحبائي فاتر وصفة الرائعة رائعة جدا تساعد كثيرا على سد الشهية والتقليل تناول الطعام وأيضا حرق السعرات الحرارية في جسمكم وخاصة يعني السعرات الحرارية المتواجدة في البطن وكذلك فهي ستخلصكم من انتفاخات المعدة والتي تظهر شكل البطن كبير كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بتقطيع كذلك الزنجبيل الطري بهذا الشكل إذا أردتم يعني تعويض الزنجبيل الطري بالزنجبيل بودرة فيمكنكم وضع ملعقة كبيرة من بودرة الزنجبيل وطبعا من الأحسن إذا كان متوفر لديكم يعني الزنجبيل الطري فمن الأحسن لأنه فعال أكثر أكثر فعليا من الزنجبيل كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بتقطيع المكونات بهذا الشكل والآن نمر إلى طريقة التحذير أول شيء كما تلاحظون سنحتاج إلى قطر أو كاسرونة وسنضع فيها الأوراق السلطة الخضراء التي قمنا بتقطيعها وبعد ذلك سنضيف كطع كذلك الزنجبيل الأخضر الطازج الذي قمنا بتقطيعها كذلك سنضيف بطع بضع يعني قطع كما قلت لكم سأستعمل فقط نصف تلك القطع سنقوم بوضعهما كذلك وسنضيف كذلك الماء بالنسبة للماء سنضيف كذلك ثلاث كؤوس كبار من الماء كما تلاحظون أحبائي وبعد ذلك سنضيف كذلك عودين من القرفة أي الضارسين إذا لم تتوفر لديكم كذلك أعواد القرفة فيمكنكم تعويضها كذلك بالقرفة على شكل بودرة بودرة القرفة أو الضارسين أضيف كذلك ملعقة كبيرة من القرفة أو الضارسين عوض عودين من القرفة إذا كانت غير متوفرة لديكم أعواد القرفة أو الضارسين كما تسمى في بعض البلدان بعد ذلك أحبائي نضع المكونات جيدا على النار كما تلاحظون تقريبا لمدة 5 دقائق وبعد مرور 5 دقائق كما تلاحظون يتغير لون الماء وبعدما يتغير لون الماء نضف عليهما النار كما تلاحظون يصبح لون الماء بهذا الشكل وبعد ذلك كما تلاحظون أحبائي سنترك هذا المغلي حتى يبرد تماما تقريبا لمدة ساعة كاملة حتى يبرد تماما وبعد ذلك سنحضر مصفات أو فلتر ونقوم بتصفية هذا المغلي للحصول على الماء فقط يعني للحصول على الماء فقط نقوم بصصيتي بهذا الشكل كما تلاحظون فهذه الوصفة يعني مجربة وناجحة ومضمونة 100% فما عليكم فقط تجربة وستلاحظون الفرق بأنفسكم فهي وصفة رائعة جدا تساعد كثيرا كثيرا على حرق الدهون وفقدان الوزن بسرعة وأيضا فهي تساعد كذلك على تخفيف الشعور بالجوع وحرق السعرات الحرارية في جسمكم ومن الأيام الأولى من استعمالكم لهذا المشروب ستلاحظون أن بطنكم بدأ يتسطح تدريجيا إلا أن يختفي تماما فقط بالمداومة على هذه الوصفة بدون كسل ولا تهون فأكيد ستحصلون على النتائج التي تريدونها كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بتصفية المغلي عدل الشكل كما تلاحظون بعد ذلك سنحتفظ به في قارورة زجاجية نحتفظ به في قارورة زجاجية ونحتفظ به في التلاجة فبالنسبة للكمية التي حضرت معاكم فهي كمية تقريبا لمدة 3 أيام أنتم يمكنكم إما تحضير كمية كبيرة كما أقول دائما لكم يمكنكم تحضير كمية كبيرة أو تقليل الكمية فهذا يبقى اختياري بالنسبة لكم وطبعا إذا حضرتكم كمية كبيرة فاحتفظوا بها في التلاجة واحتفظوا بها في قارورة زجاجية وهذا مهم جدا جدا لا تحتفظوا بها أبدا في قارورة بلاستيكية احتفظوا بها في قارورة زجاجية لكي تحتفظ الوصفة بفعاليتها واحتفظوا بها في التلاجة وكما تلاحظون أحبائي بالنسبة لطريقة أخذ هذا المشروف فهي سهلة جدا جدا كما تلاحظون قبل أخذكم لهذا المشروف يجب عليكم تدفئته قليلا قبل الشرب ويمكنكم تحليته بقليل من العسل فبالنسبة لي أنا مضاقه جميل جدا جدا لا يحتاج للتحليا وطبعا إذا أردتم أن تقوموا بتحليته فقوموا بإضافة القليل فقط من العسل ويجب أن يكون عسل نحل عسل طبيعي 100% وتفادوا أن تضيفوا عسل السكر أو السكر وبعد ذلك خذوا كوبين في اليوم الكوب الأول بعد وجبة الإفطار يعني بعد أخذكم لوجبة الإفطار في الصباح يعني بعد أخذكم لوجبة الإفطار خذوا كوب واحد والكوب الثاني كذلك خذواه قبل ذهابكم إلى النوم يعني بعد وجبة العشاء أو قبل ذهابكم إلى النوم واستمروا عليه بنفس الطريقة يوميا وأكيد ستلاحظون فرق كبير جدا جدا وملحوظ من الأيام الأولى من استعمالكم لهذا المشروب ستلاحظون فرق كبير جدا في حجم بطنكم وكذلك في إنقاص وزنكم ربما المدة التي تظهر فيها النتائج فهي تختلف من شخص لآخر على حسب كل واحدة وحجم بطنها فهناك من لديها حجم كبير وهناك من لديها يعني حجم بطنها صغير فالمدة التي تظهر فيها النتائج فهي تختلف كذلك على حسب كل واحدة وطبيعة جسمها كذلك في حرق الدمون لكن أضمن لكم أن النتائج ستلاحظونها من الأيام الأولى من استخدامكم لهذا المشروب أما إذا كنتم تريدون إنقاص وزنكم تعانون من الوزن الزائد فأنصحكم باستعمال هذا المشروب ثلاث مرات في اليوم يعني ثلاث مرات من الأحسن أن تأخذوه قبل الوجبات فإن تأخذكم لهذا المشروب قبل الوجبات سيساعدكم على سد شهيتكم إذا كانت مفتوحة وستقللون من كمية أكلكم وسيعمل على إنقاص وزنكم بشكل طبيعي وفعال جدا جدا وقادر على تخصيصكم حتى 5 كيلو في الأسبوع وبدون ريجيم أو حرمان أبدا إذن كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد فادتكم وعجبتكم وأن تجربوها وتكتبوا لنا نتائج تجربكم في التعليقات ولا تنسوني باللايك إذا أعجبكم الفيديو وألقاكم في وصفة قادمة مع فيديو جديد وشكرا لكم على المتابعة وألقاكم في وصفة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر